العمل السابق للكاتب النهاردة ميخايل ايماد وصل لحصاد السنة اللي هو صدر فيها كواحد من افضل اعمال الفنتازيا بالنسبة لي وانت عارف مدى اطلاعي المكثف وبالتحديد في مجال الفنتازيا عمل مجنون بيجمع ما بين الخيال والميثيولوجيا العبرية والمهمشين وحياة الشوارع ولكن السؤال هنا هل عمل الكاتب الجديد حيبقى على نفس القدر وبالاخص بعد تعاونه مع واحدة من اقوى دور النشر المصرية وهي دار كيانة تعالوا في رجابة الكلام ده في مراجعة حصرية جيدة لرواية اثر اليعسوب سنة مفقودة من التاريخ ميخايل ايماد يلا بينا زي ما قلتلك في الانترو كده الرواية الاولانية صعبة الموضوع علينا جدا هنعرف بقى هل الكاتب يقدر يكرر نجاحه تاني مع تغيير جلده في نوع قدب جديد ولا لا بس هنجاقب على السؤال ده في الملخص في نهاية الحلقة ولكن تعال فقارك احنا بنعمل دلوقتي زي ما تشايف احنا شغالين بشكل متوازع على سلسلتين بشكل يومي واوقات بنشتغل حلقتين في اليوم واحدة الساعة واحدة الظهر والتانية الساعة سبعة مساءا السلسلتين دول هما حصريات معرض القاهر الدولي الكتاب اللي منها عملت النهاردة وتغطية المعرض نفسه الفلوجيات والمشتريات الترشيحات فلو لسه ما روحتش معرض الكتاب لحد دلوقتي وعايز تروح وتطلع كسبا لازم تفرج على سلسلتين دول هسلتك في الدسكريبشن وفي الكارب وتعالى اقول لك تفاصيل عمل النهاردة رواية اثر الي عسوب سنة مفقودة من التاريخ تأليف الكاتب الشاب ميخايل عماد عن دار كيان للنشر والتوزيع معرض القاهر الدولي الكتاب عشرين اربعة وعشرين شغال للوقتي وعددة صفحات تلتمية خمسة وستين صفحة والعمل موجود طبعا فيه جناح الدار وعلى موقع وططبيق قيل لو مش تدع تروح لأي سبب من الاسباب للمعرض وتتفيد بالخصم اللي هناك ممكن تجيب العمل ده بخصم خمستاشر في المية من على الموقع بانك دخل كود طاري از تاخد خصم على اي جمالي الوردر بتاع غير محدد بعدد معين من الكتب او بمرات الشراء وطبعا اللينك موجود في الدسكريبشن وتعالى اقول لك ملخص القصة بدون حرق كالعادة بنبدأ قصتنا سنة 1998 اللي هي السنة المفقودة من التاريخ تبقى لعنوان الفرع للكتاب البطل بيحاول يمنع جريمة قتل بيقوم بيها قاتل متسلسل بيرتكب العديد من الفظائع جرائم قتل غمضة بدون رابط واضح ما بين الضحايا او نمط متبع في اختيارهم بس الحقيقة مش هو ده البداية الحقيقية للرواية او للخط الزمني للرواية للدقة البداية في عصرنا الحالي كاتب يبحث عن فكرة رواية جديدة يوصل له خبر ظهور عمارة من العدم في اسكندرية مش شبح مش اتبالد بين يوم وليلة عشان فيه مواد كافية من العدم حرفيا يروح يدفع الفضول ويسكن اه يسكن فيها يلاقي كل حاجة فيها على طراز قديم الاثاس والحوائط حتى البشر وطريقة كلامهم حتى الكهرباء مش موجودة كل حاجة خرجة عن نطاق الزمن خرجة من الماضي يقابل بعدها العالم بن يمين صاحب العمارة العبقري اجنبي عايش في مصر بيعرض عليه صفقة انه زي ما نقل العمارة كلها بكل محتواتها من الماضي للحاضر ينقل الكاتب نفسه من الحاضر للماضي عشان يكشف سر القاتل المتسلسل وينقذ بنت العالم نفسه اللي هتقع ضحية للقاتل ده ويمنع حدوث الكارثة او خلينا نقول الكوارث المتلاحق ايه المقابل الضخم للرحلة المحفوفة بالمخاطر دي ازاي العالم بينتقل عبر الزمن ايه النمط اللي القاتل بيتبعه وهل هو عشوائي ولا ضحايا محددة مسبقا ليه في جرح ثابت على الجسس على شكل حرف في بالانجليزي ولا ممكن يكون حاجة تانية غير الفين وما هو اثر اليعسوب وهل يعلق بالنظرية الشهيرة بتاعت اثر الفراشة وليه العالم اختار البطل بتاعنا بالتحديد كل اسئلة دي جابتها موجودة في عمل النهاردة ولكن انا عندي فضول اسئلة هلأ وريطة عمل الكاتب الاولاني متحمس للعمل ده ولا لا اقول ليه في التعليقاتنا بعد الفيديوم يخلص انزل كامل كلامنا وتعالى اروح للنقد اول منارشة انا كتير اتكلمت معاك قبل كده في حلقات متعددة عن اهمية المشهد الافتتاحي المرضي مش هتكلم معاك على المشهد الافتاحي خالص ومش هتكلم معاك على جماله قد ما حوسع الدايرة واتكلم معاك على اتموسفير الافتتاح او الجو العام الافتتاحي اختيار سنة 1898 او الزمن ده غني للغاية مليان اجواء ده سم قاطمة وفي نفس الوقت غني بالجنسيات والاعراق المختلفة اللي تبدأ تشوفها من اوائل سطور الكتاب حي المنشية بالاسكندرية الخديوية الارمن والخواجات والفرنسوية الاجانب والسوداني وغيرها كتير كله انت تحطط في صحة كدا وبسرعة جدا من غير داش او استعراض عضلات بل بمشهدية ومعايشة عالية كأنك فجأة انتقلت عبر الزمن بالفعل والكلام ده ما كانش هيجي من جير الحاجتين دول الاولى المذاكرة البحث الوثائقيات المراجع والقواميس والارشفات عشان نختار التعبير الدقيق اللي يعبر عن المراضفة الفلانية في توقيت الحدث الحقيقي زي الكولوب العثمانلي دكانة كونستانتين مش محلة مش بقالة مش سوبر ماركت مش اي حاجة لا الاسم الصحيح اللي يعبر عنها والشطارة ومهيبة الكاتب هي تضفير الكلام ده جو الحبكة عشان يخلق المعايشة من غير ما يديك درس ما يقولكش ليه هي تسمي الدكانة او تخشيبة لان ببساطة ما ينفعش رحالك دي مفراضات العصر بالنسبة للابطال وده برضو ما كانش هيحصل الا باستخدام عنصر اللغة وهنا في الشقين وعتدين بتاعنا السرد والحوار بالنسبة للسرد اللي هبدأ بالاول هو فصحة لطيفة غير مقعرة مطعمة بتعبيرات الفترة ومصطلحتها كلب ودكانة وتخشيبة وغيره نجحت زي ما قلنا في خلق المعايشة والشق التاني اللي هنتكلم عنه كتير شوية هو الحوار لانه كان بالعمية المصرية في العصر الحديث وانا مش بحب ده ولكن الحقيقة ان هنا ليه مبرر ليه لان في الانتقال الزمني للماضي الكلام بالعامية عشان يدعم الفرق في اللهجات في ودنك بين العصرين وطريقة الكلام القديمة والجديدة ويبين لك اللهجات المطعمة بالأعراق اللي كتعايشها في الفترة دي تعال افاهمك هو عامل معايشة فعايز ان السوداني يتكلم بطريقة سودانية طيب ده كلام منطقي بس ده كان في القديم لوقتي في العصر الحديث بقى هنعمل ايه؟ هل من المنطق ان هو في القديم يتكلمه بالعمية وفي الحال يتكلمه بالفصحة؟ طب ما هذا لا بحصلش فعلا بالأخص ان فيه شخصيات من الماضي موجودة في الحاضر زي ما قلنا في الملخص بالتالي الكاتب كان مضطر لتوحيد المقامات وان كان عندي ملاحظة رفيعة كده ان فيه زيادة شوية بسيطة في نسبة الحوار الملحوظة قوي لجير المتخصصين ولكنها لا تخلو من المتعة بسبب تغيير اللهجات زي ما قلنا وكمان منطقية او مبلوعة بسبب ان فيه تحقيقات وجريمة بشكل معين ومن النقطة دي خلينا نحاول نصنف عمل النهارة ده لي بقى لانه هو يقع تحت تصنيفات كتيرة جريمة تاريخي فانتازيا يمكن نفسي بالتأكيد وعايز اقف عند الحتة دي عشان اوضح لك لنفسي لان الشق النفسي الذي ظهر في الرواية دي هو اختيار الكاتب لمنظور الشخص الاول في التعبير عن قصته اللي هو البطل بيحكي لنا الاحداث اللي بتحصر له دلوقتي فده سمح ان احنا نبقى مكانه ننفعل ونتأثر نشوف ردود افعاله نتعاطف مع اختياراته الخاطئة والاهم حرده اللي بالنسبة لي كانت واحدة من اهم مفاتيح الرواية تم التعبير عنها بحرفية حط نفسك مكانه عمارة من الوهم وانتقال الماضي بعقلية الحاضر الكتابة بتاعتها كانت عظيمة وبالكلام على الحتة دي تعالك كلم شوية على الشخصيات الشخصيات في الرواية فرعية واساسية وانا متعمد اتكلم عن الفرعية الاول ده لان الكاتب يهتم بيها كلها بالتساوي الكاتب حط نفسه على مسافة واحدة منهم سمحت له بالغوص جواهم بتركيب شخصيتهم وتقمص اصواتهم العالم بين يمين اللي رغم انه بيتكلم بالعامية زي ما قلنا ولكن تعبيراته مهذبة ومنمقة بسبب خلفيته الثقافية اللي بتأثر على طريقة كلامه اللي بتختلف بالكامل عن خالة البطل وطريقتها الشعبية او السوقية اللي بتختلف عن توقم الخالة دي اللي هي ام البطل المتمسكة بوزور المدارس الفرنسية والتعليم المختلف البواب السوداني البصاص المراقب كل شخصية لها شكل ولون وطعم وصوت ودور بتقوم بيه حتى لو صغير ده الفرعية ما بالك بالرئيسية اللي على رأسها رأس القصة البطل اللي كان فعلا شخصية من لحم ودم مشاعر وانفعالات توصيف مهم في مناطق كتيرة لمسني انا بشكل شخصي زي انفعال الكاتب لما بيجي حد من القراء بتوعه يتكلم معاه في اعماله وقد ايه ده بيسبب له شعور بالنشوة مخلوط بفخر والكثير من البهجة مش بس كده بقى الحيرة التخبط بطل الارتباك كل مشاعر البطل اللي تم التعبير عنها بحرفية الحبكة البوليسية نفسها بقى ما وإحنا بصراحة ربنا مش هنهتم بالأبعد التاريخية للموضوع والمعايشة والمراضفات والأثاث والبيوت والمسميات والشخصيات واللغة وننسى أصلا انها في الأساس ايمع على حبكة بوليسية وقاتل متسلسل الصراحة ايمعت برضو ما وقعش فيني لانها تلعبت صح وبغموط حقيقي بيزداد وبيقل تبقى لواتيرة أحداث القصة تخبط في الظلام مصحوب تكشف تدريجي ايمع على معطيات تم غرسها في الأول وانت مش شايفها ومش هتاخد بلك منها لما تبدأ تمشي معاها وتجمع وتفتكر يمكن ده اللي بيخاليني أقول ان يفضل قراءة هذا العمل بشكل مكسف في عدد محدود من الجلسات يعني عمل حسابك طور عليه تحاول تخلصه عشان تبقى التفاصيل حضرة وانت ماشي انا بحاول خلي بالك محرقشي اتكلم على المداري بس اللي هيقرأ هيفهم وده وصلنا للخلصة رواية اثر اليعسوب للكاتب ميخايل ايماد هي رواية قمود تاريخية بوليسية او باطار من الجريمة وحل تعقدها هو سر قوتها نجحت في خلق معيشة ممتعة حبت معاها العصر القديم يمكن اكتر من الحديث مذكرة الكاتب للكلام ده حببتني في التفاصيل تنظيم الواضح خط الاحداث المترابط الفكرة الخمرانة في دماغه من قبل ما يكتب وتصميم الكتاب نفسه اللي مش هقدر اتكلم عليه عشان الحال لكن لما تكشفه هتنبسط قوي وتلميح كده ركز في اسم الكتاب وصفحة رقم 6 وسمع الكلام ده وانت ماشي وبالتحديد في الاواخر ومش هوضح اكتر من كده الكاتب موهبة حقيقية ابرزها في الكتاب الاول واكدها في الكتاب التاني ومتوقع تكرارها وتخطيها في التالت وفي الرابع ولاجل كل اللي فات واكتر مش هقدر اتكلم عليه عشان الحر بقول ان وجود ميخايل ايماد برواية زي دي معدار زي كان هي خطوة سليمة في الاتجاهين وتبشر بانتاج قادم مبهر ولكن لو في الاخر ده رأيينا انا عزيق في رأيك انت بقى هل تحمست العمل النهاردة؟ هل حجيبه في معرض الكتاب اللي شغل دلوقتي؟ وليف التعليقات نتكلم مع بعضنا استفيد زي كانت احساب التعليقات ورشياتهم ورجع بطلع مجتمع كوكب الكتب يعني انت ما ننساش تشترك في القناة وضع زر الجرس دعني بلايك وتشار هذا الفيديو وببقى لايش تشبع القرارة اللي وقت تترك كتابك اللي جاي صح فأيزهر قدامك على عشان دلوقتي السلطينة هنشغلنا عليهم بالتوازي خطية معرض الكتاب وحصريات معرض الكتاب ورح تفرج عليهم اشوفك هناك سلام